أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أعمال البرنامج العلمي التدريب الثاني للاستجابة الطبية لحوادث المواد الخطرة تأتي الدورة ضمن مشروع رطع الجاهزية للاستجابة الطبية لحوادث المواد الخطرة في مستشفيات المؤسسة وتسعى المؤسسة من خلال هذه الدورة إلى تحقيق حزمة من الأهداف التي لا تقتصر فوائدها على منشآتها بل تندد إلى تعزيز الدور الوطني للمؤسسة في الخطط الوطنية وذلك من خلال رفع كفاءة الأداء والجاهزية ومحاكاة الأزمات المتعلقة بحوادث البيولوجية والكيميائية والشعية والنووية لتمكين القطاع الصحي وتعزيز الأدوار الوقائية لدرء المخاطر وتفعيل سرعة الاستجابة في مختلف الظروف والمخاطر